اشتركوا في القناة ماذا جميع متابعين تلفزيون فلسطين صباح الخير يا مرام صباح النور يعني البداية معاك مريم تحكي لنا عن مشروعكم كان يعني قبل اللقاء حكيتي لي انه كانت صدفة واستمرت يعني عمر المشروع سنتين واليوم منتجاتكم يعني بتوصل لكل محافظات الضفة يعني مشغولات او حلويات بسيطة لكن يعني فيها روح وفيها تحدي خاصة انت ومريم ومرام خريجات باكالوريس لكن يعني كان هذا تحدي امامكم واستطعتوا انه يعني تستمروا في هذا المشروع تحكي لنا عن البداية صحيح محمد مشروعنا أم أند أم سويت هو مشروع بلش بمزحة بلشنا هاي المزحة لانه دائما بيكون لازم يكون في بداية او لازم يكون في خطوة على اساس انه نبلش وفعلا اخذنا هاي الجرأة والمساحة اللي بتساعدنا انه نبلش بمشروعنا بلشنا بصنف واحد ومع الوقت احنا صرنا نجدد الاصناف حسب ايش هو المجتمع بحتاج وايش هي الاشياء اللي بتلزمها فمشروعنا كان بداية بالبداية كان عندنا صنف واحد زي ما حكيت وشوي شوي بلشنا نتطور اننا سنتين ونص مبلشين بمشروعنا والحمد لله كان فيه كان فيه صعوبات في البداية اكيد يعني اي مشروع في بدايته لازم يكون فيه فشل بس الانسان انا برأيي لازم حتى لما يوقع لازم يوقف كمان مرة على اساس يقدر يوصل للنجاح اللي هو بده اياه وللهدف اللي بده اياه دائما في عنا هدف دائما في عنا طموح دائما في عنا اهداف ماشيين عليها على اساس نوصل للاشي اللي احنا بدنا اياه ونتخطى هاي التحديات والعقبات اللي بتواجهنا تحكينا عن كيف الاصناف اللي بدأتوا فيها حكيت صنف واحد لكن بدأت اليوم عندكم تقريبا عشرة ولا خمسة عشر صن وفيه استمرارية لكن يعني المشروع بيتي هو كان عندكم طموح انه يكون ايش يعني تكون لكم محل وتستطيعوا انه شغل لانه شغل البيت بيضل يعني في اطار محدود اكيد يعني احنا زي ما حكيت بلشنا بصنف واحد اللي هو عبارة عن كرات الشوفان وزي ما حكيت هي بلشت بالصدفة او مزحة عن طريق مزحناها على الفيسبوك احنا كان في عنا اسلوب انه حتى طريقة الهدايا اللي نقدمها عنا في البيت كان لازم نقدمها يعني انا بدلا ما اشتري شوكولاتة من البيت او اشتري حلوة من اي سوبر ماركت انا كنت اعمل هاي الصنف واقدم كهدية لاصحابي للعالي في المناسبات بس شوي شوي احنا هاي المزحة صارت جد انه نزلناها على الفيسبوك زبطت فاختي كانت هي خريجة ادارة اعمال فحكت وهي يعني عاطلة عن العمل او باحثة عن العمل الاصح فحكنا لاشو رايك نبلش فيها المشروع لانه هي اصلا حلم كان من وانا صغير من وانا بالمدرسة انه يكون في عندي مشروع حلو خاصة انه كان عندي هذا الحب والشغف لصنع الحلويات وفعلا باشينا بالمشروع بصنف واحد شوي شوي صنعنا ننزل الاصناف على حسب كيف طلب الناس للحلويات الموجودة وهلا تقريبا في عنا خمستاشر صنف ومسالع القائمة هناك الكثير راح نتعرف على الاصناف مع مرام اكيد اتفضل اعطيك العافية مرام الله عافيك يا رب مرام انت المسؤولة عن الاصناف وابتكارها او تجديد كل يوم عن يوم انت بتبتكروا اصناف جديدة حسب طلبات الناس اللي بتطلب عندكم وكيف قليت نحكي عن الاصناف اللي انت بتشترك عنا الاصناف اكثر من صنف من بينهم كرات مشكلة سواء شوفان سواء اوريو لوتاس عنا دونت عنا كوالب باصنافها طبعا زبون بختار اكثر من شغلة تارت طبعا بنكهات تتعدى الخمس نكهات تيزكيك لوتاس بلو بيري فراولا بستاشيو كثير شوكولاتة صنع بيتي كيف تعلمت شغلهم عن طريق اليوتيوب او اجتهاد شخص او اهلك او صاحبات خليني احكولك بصراحة البعض تجربة صحيح هي تجربة من قبل ما نبلش المشروع عنا هواي بصنع الحلويات في من بعضها في من بعضها الشوكولاتة اخذت مريم دورة في صنع الشوكولاتة فصلنا نشتغل فيها بنعمل طمر بالشوكولاتة محشة بمكسرات صحيح وكمان برضو بنعمل معمول كعك واصناف كثير خشخشلتين شغلات كثير بتكون موجودة غريبة الاشياء التقليدية والاشياء الغربية طبعا احنا زباين احيانا بطلبه صنف معين بنشتغل عليه وبنعمل اصناف جديدة حسب طلب الزبا تسويق على تسويق عن طريق السوشال ميديا المعروف عليها سناب شات فيسبوك ع ارقامنا الخاصة واتسقب ع صفحاتنا الخاصة احنا بداية بلشنا طريق صفحتنا الخاصة بعدين شوي شوي صار عنا صفحة على الفيسبوك وسناب شات بنسوق عن طريقه يعني مرام مثل هيك مشاريع بيتية صغيرة كديش بتكون داعمة للصفايا او للشباب اللي حابين يعني يخطوا طريقهم في مشاريع ممكن تكون يعني تفتح لهم افاق كبيرة من العمل يعني انت لك خريجي كم سنة لكاته انه ممكن تكون هذا فرصة كبيرة لكن بحاجة الى مؤسسات داعمة او تتبنى هيك مثل هيك مشاريع اكيد صحيح المشروع المشروع حاض اوكي ممكن يكون صغير بس فعليا هو داعم النا كخريجين باحثين عن عمل لو مبدئيا وياح بدا يكون في مؤسسات داعمة الى بشكل كبير لانه احيانا في هيك مشاريع قابل انها تكبر فبالعكس انا بحكي لو في مؤسسات انها تكبر هيك مشاريع بكون ممنون كثير مرام يعني مشروعكم حكيت كان بداية من سلفيت اليوم تسويق يعني فيه التسويق لا كل محافظات تضفة بتبعثوا طلبيات ممكن تسوقوا هذه المنتجات صحيح احنا مش بس بمحافظة سلفيت احنا برضو شغالين في اكثر من محافظة رامالله نابلس ممكن بيت لحم وصلنا طول كريم قلقيلية منحاول قدر الامكان شوي شوي انه نوصل كافة محافظات الضفلة شو اللي بميز مشغولاتكم امرام يعني احنا اليوم كل يوم نشوفيه مشاريع بيتية لكن كل مشروع بيكون يختلف عن المشروع بطريقة الصناعة وطريقة الادارة وطريقة العرب بميز مشروعنا شغلتين هواية الشغل الثاني انه يصنع بكل حب واحنا بنشتغل فيه بنصنعه واحنا حبين واحنا نشتغل احنا مبسوطين واحنا شغالين فيه فهذا الاشي اللي بميز مشروعنا اكيد مريم بتحب توجه رسالة للصبايا اللي بيحكوا انه ممكن ما فيش فرص عمل تحب توجه رسالة اخيرا او شاش التلفزيون اكيد انا بنصح كل الصبايا وكل حد عنده موهبة او هواية يطورها كان بصنع الحلويات او باي مشغولات بيتية الحياة ما بتوقف على وظيفي انا بستناها انا لازم اسعى للاشي اللي انا بدي دائما اخلي في عندي اهداف اوصل لالها لانه اذا حققت انا اهدافي ووصلت لالها انا بكون انجحت ودائما بكون في عنده طموح اوصل لالاشي اللي بدي فدائما فكروا في الاشي اللي انتو بتحبوا الهواية اللي عندكم اطوروا عليها ما تستنوا يجي حدا هو اللي خليكم او يدور لكم على الشغل اللي انتو بدكم اياه اكيد يعني كل التوفيق مريم ومرام وفي مشروعكم يعني نتمنى كل امنيات التوفيق لمريم ومرام في هذا المشروع يعني بارقة امل حقيقة في مثل هذه المشاريع التي يعني ممكن ان تكون رافض للعائلات وللأسرة ولمن يعمل في هذه المشاريع الصغيرة كل الاحترام لمن يعمل ويجد ويثابر حتى يستطيع تحقيق النجاح اليكم زملائي